مرحبا حبايبي كيفكم؟ يارب تكونوا بخيروا على خير أنا الدكتورة روس طبيبة ومتخصصة بالتخزي العلاجي والطب البديل واليوم جاي أحكي كيف بدنا نحول جسمنا إلى محرق الدهون الموضوع كتير سهل إحنا بدنا نشتغل على إشي بنسميه Fat Muscle Ratio يعني كيف؟ يعني ممكن يكون بناتين أو شباب تينين عندهم نفس الوزن بس واحدة بتاكل كميات كتيرة كبيرة من الأكل وما بتسمن أبدا والتاني بيكون إدها على قلبها لو بتاكل فتفوتة خبز صغيرة بتعرف إنه هذا رح يتخزن بجسمها وبعدين رح يعمل لها زيادة وزن شو الفرق عادة؟ مع إنه التنتين عندهم نفس الوزن لما بيطلعوا على الميزان بيعطيهم نفس المؤشر ولكن الفرق إنه الأولى اللي جسمها بيحرق دهون عندها كتلة عضلية أكتر من التانية اللي عندها دهون أكتر ليه؟ لأنه الكتلة العضلية بالجسم هي بحاجة لسعودات حرارية أكتر وبتستحلك كمية كتير كبيرة من الدهون طبعا من الدهون أو من الطاقة بينما النسيج الدهني هو نسيج خامل يعني أصلا وظائفه بحلق جديد صاروا يكتشفوا إليه وظائف جديدة بالذات البراون فاتشه وغيره ولكن قبل النسيج الدهني هو يقتصر عمله الوحيد على تخزين الدهون وبالتالي ما فيه إله ما بيقوم بعمليات حيوية كتير زي مثلا العضلات العضلات ماسكة جسمنا العضلات بتحركنا العضلات كل العمليات الحيوية اللي بتقوم فيها العضلات إضافة لأنه في أجهزة بجسمنا هي عبارة أصلا عن عضلات وبالتالي النسيج العضلي أصلا هو نسيج مكلف جدا وبيستهلك طاقة كتير كبيرة وكل ما كان عنا كمية عضلات أكتر بالنسبة للدهون كل ما إحنا بنكون وإحنا مش عاملين إش حتى حتى وإحنا قاعدين هيك بكون النسيج الدهني حضرة جانبو قاعد بخزن دهون ومش قاعد باستهلك بينما النسيج العضلي قاعد بيحرق دهون طيب هلأ أعرفنا ليش هدول الناس بيحرقوا دهون هدول الناس ما بيحرقوا دهون طب أنا كيف بدي أعمل على أساس أنه أنا بدي أزيد النسيج العضلي بجسمي وأقل للنسيج الدهني وهايك أحول حالي لما كانت حرق دهون اوكي هم 3-4 عشية اوكي الشغل الاولى اللي احنا اصلا قاعدين بنعمل فيها اللي احنا ما بنعرف اللي هو الصيام الصيام من حيث المبدأ هو مانوعين في الصيام المتقطع يعني هذا الصيام اللي احنا بنعطيه للاجانب هون لما بدهم يجي خصوا او حدا مثلا انا اكسيتاتي كتير اللي اتشافوا او عملهم بيتشافوا مثلا من سرطان السدج وغيره بيجوا عندي على يادي انا بمشيهم على مثلا الصيام المتقطع لان الصيام المتقطع له فوائد كتير مش بس خسارة الوزن شو اللي بيصير احنا بحاجة تقريبا لعشر ساعات لعبين ما نكون خلصنا السكر اللي بيمشي بضمنا ولعبين ما نكون خلصنا كمان السكر اللي مخزنينه بالعضلات وبالكبد على شكل جلايكوجين لما يخلص هذا السكر الجسم في عنده اولويات لحرق الماكرو نيوتريينز مشان يعطينا طاقة الجسم اول شي مدام موجود نشويات او مواد كربوهايدراتية الجسم دائما يسعى الى حرق هاي المواد الكربوهايدراتية ماشي الحال خلصت المواد الكربوهايدراتية الجسم تلقائيا بينظر الى المواد الدغنية ما بيروح للبروتين الجسم ما بيستعمل بروتين للحصول على الطاقة الا اذا اضطر الى ذلك يعني لما بنحكي احنا عن مجاعات كتير طويلة او في حالات بسيطة يعني ما بعرف اذا احنا رح نحكي عنها وهو احيانا اذا توفر لبروتيني زيادة عن اللزوم بهالحالي او في كمان اللي هم خلايا كتير صغيرة المبطن الى الجهاز الهضمي هي بتحب تسعمل نوع معين من الاماين واساسيزك الجلوتاماين هاي حالات خاصة ولكن بالوضع الطبيعي احنا بنحرق اول اشكاربوهايدرات خلصت الكربوهايدرات لان انا عامل بالسيام المتقطع بعد ما بيخلص السكر هذا بروح جسمي يحرق بالدهون لو انا صايمي 16 ساعة اللي احنا دايما بنقول الصيام المتقطع اقل اش لازم يكون 16 ساعة ماشي الحال طب خلصت انا خلال اول 10-12 ساعة كل الكلوكوز اللي كان مخزن بجسمه بالجلاكوجين رحنا نحرق بالدهون ماشي الحال هيك الجسم ببلش يحرق دهون وبيبلش يطلع الهي كيتون باديز او الاجسام الكيتونية وهالاجسام الكيتونية على كل حال بتشتغل متلها متل الكلوكوز يعني العضلات بتقدر تاخدها وتستفيد منها الدماغ حتى في دراسات كتير بتقول انه الدماغ كمان بيفضل الكيتونز هادولي على الكلوكوز لدرجة انه احنا بالطب البديل بنستعمل الدايت الاسمه الكيتوجينيك دايت هلا رح احكي عنه لقدام في علاج زي مثلا امراض السرع الزهايمر ومشاكل كتير الهي خاص بالجهاز بالجهاز العصبي طيب هلا احنا حكينا عن الصيام المتقطع بهاي الحالة احنا بنقدر طبعا نشرب ماء او نشرب شاي او اي شي بس ما يكون في اي صورة حرارية يعني ممنوع يكون في سكر ممنوع يكون في حليب او غيره ماشي الحال طيب هلا شو بيفرق هذا الصيام عن الصيام الجاف او الصيام اللي احنا بنعمله بشهر رمضان اوكي الصيام الجاف احنا بننصوم تقريبا من بحدود الستاشر ساعة تقريبا هالايام احنا هون بقربة بحدود تقريبا بنصوم تقريبا حتى اكتر من 16 ساعة اه وبالوطن العربي بتخيل نفس الاشي تقريبا وبالتالي احنا بنكون خلصنا لنا شويات بلشنا نحرق بالدهون وبلشنا نحرق طاقة اوكي ونحصل على طاقة بالجسم عن طريق الدهون ونطلع كيتونز وهي الكيتونز طبعا بتزيد نسبة الزكاة وبتزيد التركيز وبتزيد ايش بنسميه الصينابسيز او بزيد التشابكات العصبية وغيره طيب هلا بالنسبة لل ولكن اخيرا الدراسات العلمية الحديثة بلشت تدرس اهمية الصيام الجاف او الصيام اللي احنا بنعمله بشهر رمضان وهميته للجسم اول شي من حيث حرق الدهون كل صيام جاف بعادل ثلاث ايام من الصيام المتقطع اللي هو فيه سوائل شو اللي بصير لما احنا بنكون صايمين لما احنا بنكون صايمين الجسم بيفهم انه فيه حالة طوارئ اجت على الجسم يعني حالة طوارئ شو يعني يعني مش قاعد بيدخل مي مش قاعد بيدخل اكل طب شو بدنا نعمل فعلا خلايا كتير بالجسم شابة ونشيطة وضرورية لازم يوصلها البروتينات ولازم يوصلها المايكرو نيوتريانس والماكرو نيوتريانس والفايتو نيوتريانس وفي خلايا كتيرة كبيرة وعندها شيخوخة وفي خلايا كتير خلايا سرطانية مضرة جدا وفي أورام حميدة كمان إحنا ما بدنا إياها وكتير من المشاكل إيش بدنا نعمل؟ الجسم بيبدأ يعمل تضحية أو تلعيسز اسمه بالإنجليش آآآ بيبدأ يعمل تضحية شو بصير يقول أولى لك فأولى يعني بدي الخلايا دورولي على أقوى خلايا وأنشط خلايا وأجدد خلايا وخلوهم عقيد الحياة والخلايا الكبيرة المسنة اللي ما بتشتغل بكل كفائتها الأنسج اللي فيها التهابات أو رام حميدة أو رام سرطانية اتخلصوا منها وبأسرع وقت ممكن لأنه إحنا بحاجة لكل هذه البروتينات والمواد الموجودة داخل هاي الخلايا المسنة وبالتالي الجسم فعلا بيبدأ ينظف بكل هذه الخلايا ويضح فيها كرمال تعيش الخلايا الثانية الضرورية والمفيدة للجسم طيب الصيام الناشف هذا أو الجاف أو الـ Dry Fasting مثل ومثل الصيام المتقطع بساعدنا على خسارة الوزن لأنه ما فيه سعرات حرارية بتيجي وبالتالي الجسم بيبلش يحرق من النصيج الدهني ويعطي طاقة للجسم كلها وبالتالي بنقص وزن بس كيف ثلاث مرات بينقص وزن أكتر؟ هل السر في المي؟ نعم السر في المي لما إحنا ما بنكون بنشرب مي خلال فترة الصيام الجاف الجسم بده مي طب الجسم كيف بده يحصل على مي؟ الجسم عنده إمكانية بيسموها Endogenous Water أو Metabolic Water يعني شو؟ يعني الجسم بيقدر يصنع مي من النسيج الدهني لما إحنا بنكون عملينا الصيام الجاف ومش قاعدين بناخد مي الجسم رح يصير يحرق الدهون لغرضين أول إش مشان يحصل على الطاقة والشغلة التانية مشان يحصل على المي وينتج إش بيسميه Metabolic Water مشان هيك الصيام الجاف بحقلنا الثلاث أضعاف نقصان الوزن اللي إحنا ممكن نحصل عليه بس لو عملنا Intermittent Fasting أو الصيام اللي بيعتمد فقط على إنه إحنا نمتنع عن الأكل بس إنه ما نمتنع عن الشرب طيب حبايبي وهيك بنكون حولنا جسمنا لمحرق الدهون متابعين الصيام المتقطع الجاف على طريقة المتل ما إحنا بنصوم بشهر رمضان وكمان إنه بفترة اللي إحنا بدنا نفتر فيها بدنا نحرص على إنه بناخد مواد اللي محتوها للجليسيمي أو محتوها من السكر بيكون قليل جدا وكمان بدنا نتبع أكيد الرياضة بفترة الصيام يفضل بيكون بفترة الصيام ما تنسوا لو أول مرة بتحضرونا تعملوا لايك وشير ويا ريت تشتركوا بالقناة لو لسا ما اشتركتوا كنت أنا معكم الدكتورة روز قريع طبيبة ومتخصصة بالتغذير اللاجي والطب البديل يارب تكونوا بخير وعلى خير ونشوفكم لمراجع خير باي باي